السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اعزائي طلبة الطالبات الصف الاول الاعدادي اهلا بكم في مادتنا مادة العلوم ان شاء الله النهاردة هنستكمل كلامنا عن اه دروس العلوم هنشتغل الواحدة التالتة اللي بتتكلم عن الكائنات الحية تركبها وعملياتها هناخد الدرس التاني الجزء التاني الصفات العامة للكائنات الحية هنكمل مع بعض اولاد بعض اه اه الصفات الكائنات الحية عندنا النقل بنقول ان تمتلك الكائنات الحية حقيقيات النواة مثل الانسان والنبات جهاز نقل متخصص طبعا بيقوم بنقل الغذاء والعناصر الغذائية والاقصجين الى خلايا جسم الكائن الحي طبعا احنا كنا بنتكلم عليه وخدناه قبل كده اللي هو الجهاز الدوري هنتكلم مع بعض اولاد عن عملية الدوران في الانسان بنقول ان بيقوم الجهاز الدوري في الانسان بنقل الغذاء المهضوم والاقصجين المستخلص من الهواء الجوي طبعا عبر الدم وبينقل هلنا الى القلب ليصل الى جميع خلايا الجسم ثم يعود مرة اخرى الى القلب في دورة مغلقة توصف هزي العملية بعملية الدوران طبعا احنا عارفين الدم بينقل القلب بينقلنا الدم المحمل بالاكسجين ويوزعوا الجميع خلايا الجسم وبتدي يجمع تاني الدم اللي محمل بساني اكسيد الكربون يبتدي عملية التنقية ويحمله تاني بالاكسجين ويوزعوا تاني لجميع خلايا الجسم وطبعا دي دورة مغلقة يعني مستمرة على طول حنيجي بقى نشوف ان الانسان بيمتلك جهاز دوري متخصص والجهاز الدوري في الانسان بيتكون من القلب زي ما احنا عارفين والقلب طبعا هو العضو الرئيسي اللي بيقوم بدخ الدم الى جميع انحاء الجسم عندنا كمان الاوعية الدموية اللي بيتكون من الشرايين والشعيرات الدموية والاوردة لما نيجي نتكلم على الشرايين هنقول ان هي عبارة عن اوعية دموية بتنقل الدم المحمل بالاكسجين والغذاء طبعا المهضوم بتنقله من القلب الى باقي اجزاء الجسم اما الاوردة هي بقى بتقوم بالعكس بتبتدي تنقل لنا الدم المحمل بساني اكسيد الكربون وطبعا قليل من الاكسجين والغذاء المهضوم من اجزاء الجسم طبعا الى القلب بتحصل له عملية التنقية مرة اخرى ويبتدي يرجع تاني اه دم محمل بالاكسجين وطبعا بتستمر الدورة اه بتاعت الدم ديت على طول هنبيجي جنيف الشكل عندنا هوات او المخطط بيلخص لنا عملية اه قادي القلب طبعا ده اهم جزء في الجهاز الدوري طبعا انا عندي الشرايين هي بتبتدي تنقل لنا الدم من خلال الشعيرات الدموية تروح لخلايا الجسم وبتبتدي بقى الشعيرات الدموية تنقل لنا الدم المحمل بساني اكسيد الكربون من خلال الاوردة يدخل تاني الى القلب وتبتدي عملية التنقية وهكذا بتفضل عملية الدوران الدم داخل الجسم عملية مستمر هنبتدي بقى نتكلم عن عملية النقل ولكن فيه النبات بنقول عملية النقل فيه النبات بنقول ان عملية الدوران في الانسان يقابلها عملية النقل في النبات طبعاً هنا ولكن مع اختلاف الجهاز ويتكون جهاز النقل في النبات من نوعين من الأنسجة هما عندي نسيج الخشب وعندي نسيج اللحاء طبعاً أنت المعلومة دية كنت أخذها قبل كده إحنا عارفين أن الخشب بينقل لنا الماء والأكسجين من التربة يبتدي يوصلهم لنا إلى جميع أجزاء الجسم وبيبتدي اللحاء ياخد الغذاء دوت ويرجع تاني ينقله لجميع أجزاء الجسم طبعاً اللحاء دوت اللي هو بعد عملية البناء الضوئي بيبتدي بقى ياخد الغذاء مرة تانية ويغذي بيه أجزاء النبات كله طبعاً ملخص كده لجهاز النقل في النبات من أولى هو أنسجة الخشب بتنقلنا المية والأملاح المعدنية من الجزور إلى الأوراق طبعاً ديت عملية نقل ما تكون من أسفل إلى أعلى حنيجي بقى أنسجة اللحاء بتبتدي بقى تنقلنا الغذاء من الأوراق طبعاً ده الغذاء اللي ناتج من عملية البناء الضوئي بتبتدي بقى تغذي باقي أجزاء النبات حنيجي نقول سؤال علل يعد مصار الغذاء في الجهاز الهضمي مصاراً مغلقاً طبعاً حنقول لأنه لا يسمح للمواد بالخروج منه إلى أجزاء أخرى من الجسم بشكل عشوائي هنيجي مع بعض لسؤال المتفوقين وسؤالنا بيقول قارن بين أنسجة الخشب واللحاء كنظام نقل في النبات هنتكلم برضو على خصائص الكائنات الحية الأخراج والحركة هنبدأ أول حاجة بالإخراج فبقول أن الإخراج دي عملية حيوية مهمة جداً أنها تحصل في أجسام الكائنات الحية حقوقيات النواة زي الإنسان وزي النبات في عملية الإخراج دي بيبدأ يتخلص الجسم الكائن الحي من الفضلات الضارة والمواد الزائدة عن حاجة الكائن الحي اللي هي استمرار وجودها داخل الخلايا ممكن يسبب لها أضرار وأمراض كتيراً طيب هنتكلم آآ عن عملية الإخراج لو جاء قال لي في الامتحان مثلاً ما المقصود بعملية الإخراج فبقول هي عملية حيوية يتم فيها التخلص من الفضلات الضارة والمواد الزائدة عن حاجة جسم الكائن الحي يعني العملية دي ضرورية لاستمرار حياة الكائن الحي لأنها لو ما حصلتش بيبقى حياة الكائن الحي معرضة للخطر لأن دي مواد ضارة فما ينفعش أنها تتراكم داخل الجسم طيب هنتكلم على الإخراج في الإنسان والإخراج في النبات إحنا عندنا في موضوعنا في الدرس ده هيتكلم على الإخراج في الأول في الإنسان فبقول الإخراج فيه كائنات الحية حقيقيات النواة زي الإخراج في الإنسان إحنا عندنا أكتر من عضوة للإخراج في الإنسان هنتكلم أول حاجة على الرئتين الرئتين عن طريقها بيتخلص الجسم من الماء على شكل بخار ماء يعني وغاز تاني أكسيد الكربون مع هواء الزفير إحنا عارفين أن في التنفس إحنا في الشهيج بناخد غاز الأكسوجين اللي هو ضروري لحياة الكائن الحي والأكسوجين ده الدم بيبدأ ينقله لجميع الخلايا وجوه الخلايا بيحصل طبعا عملية هد من الغذاء وبينتج عنها الفضلات الفضلات دي بتكون عبارة عن غاز تاني أكسيد الكربون وممكن يكون مواد أخرى زي بخار الماء فتقدر تطلع عن طريق هواء الزفير عن طريق عضو اللي هو عضو الإخراج في الإنسان اللي هو الرئتين أيضا من أعضاء الإخراج في الإنسان الكليتين الكليتين دول اللي هما من ضمن أعضاء الجهاز البولي عن طريق الكليتين بيتم التخلص من الماء والأملاح الزائدة واليوريا في سورة بول وإحنا واخدين قبل كده يا ولادة أن اليوريا دي نتجه عن تكسير البروتينات في الجسم فعن طريق الكليتين بيتم التخلص منها هي اليوريا يعني والماء والأملاح الزائدة على شكل إيه؟ على شكل بول أيضا من أعضاء الإخراج اللي في الإنسان الغدد العرقية الموجودة بالجلد الجلد بيكون فيه غدد عرقية هذه الغدد بتبدأ تستخلص الماء والأملاح الزائدة وتبدأ تخرجها عن طريق فتحات موجودة في الجلد اللي هي مسام الجلد على شكل عرق وطبعا العرق ده بيكون مواد إخراجية زي الأملاح الزائدة وزي الميا وهو يعتبر أيضا من أعضاء الإخراج في الإنسان يبقى الإخراج في الإنسان عن طريق الرقتين والكليتين والغدد العرقية هنتكلم دلوقتي على الإخراج في النبات هنتكلم يا ولاد عن برضو الإخراج في الكائنات الحية حقوقيات النواية زي الإخراج في النبات طبعا عملية الإخراج بتتم في النبات زي ما بتتم برضو في الإنسان والحيوان ولكن مع اختلاف بس العضو طبعا هنا بتخرج المية الزائدة وغاية سيني اكسيد الكربول من النبات من فتحات تسمى الصغور طبعا الصغور دي اولاد دي عبارة عن فتحات صغيرة موجودة على اوراق النباتات طبعا بيحيط بكل ثغر خليتان حارستان والخلايا دي مهمة جدا بنقول عليها بتتحكم في فتح وغلق الصغور لو انا حبيت اعرف مين هي الخلايا الحارسة هقول هي خلايا متخصصة تتحكم في فتح وغلق الصغور الموجودة على اوراق النبات زي ما انت شايف كده شكل الخلية كده وهي بتتحكم في الغلق هنا كده واضح انها بتتحكم في فتح الخلية هنيجي بقى نتكلم على الحركة هنقول ان الحركة هي عملية تمكن الكائن الحي من الانتقال من مكان الى اخر طبعا هنبتدي بقى ندرس الحركة في الانسان ونتعرف عليها طبعا الانسان بيتحرك من خلال جهاز اسمه الجهاز الحركي اللي احنا كنا بنقول عليه اسمه الجهاز العضلي الهيكلي وده طبعا الجهاز المسؤول عن الحركة في الانسان لما نيجي نقارن بقى ما بين الحركة في الانسان والحركة في النبات هنقول عملية الحركة في النبات طبعا دي بنقول عليها حركة غير ملحوظة ليه بقى لانها لا تكون حركة انتقالية طبعا زي حركة الانسان والحيوان بتبقى حركة ملحوظة الانسان بيغير مكانه بيبتدي تحرك من مكان إلى مكان ولكن في النبات بتكون حركة محدودة طب تعالوا بنا كده نتعرف على صور الحركة في النباتات عندي هنا حركة زي اللي احنا شايفينها في نبات اسمه نبات الجازينية والنبات دوت بتتفتح النبات بتاعة الجازينية نهارا وكمان تغلق ليلا عندي هنا زي عملية الارتخاء والتدلي لوريقات بعض النبات اللي بنسميه نبات المستحية عند اللمس يعني النبات دوت لما يجي ألمسه الأوراق بتاعته بتبتدي تقفل كده بتعمل حركة معينة لو سبتها بتبتدي تبقى مرتخية طبعا دي كده نوع من أنواع الحركة في النباتات عندي طبعا حركة دي بتبقى يمكن ملحوظة شوية لحركة أزهار نبات دوار الشمس هو من اسمه دوار الشمس يعني هو بيدور مع اتجاه الشمس بيبتدي يتحرك مع اتجاه الشمس عنده الشروق والغروب هنبتدي نشوف بقى الحركة في الكائنات وحيدة الخلية هنقول إن وسيلة الحركة في الكائنات وحيدة الخلية تختلف عندي بعض الكائنات وحيدة الخلية زي الأميبة واليوجلينا والبروميسيوم تعالوا بينا نتعرف على وسيلة الحركة في كل كائن من الكائنات دي طبعا زي ما احنا شايفين في الصورة أنا عندي الأميبة بتتحرك من خلال ما يسمى بالأقدام الكاذبة زي ما احنا شايفين الأقدام دي بتبتدي تتوجه الكائن دوار في الاتجاه اللي هو عايز يمشي فيه نيجي نشوف اليوجلينا بتتحرك من خلال الصوت زي ما انت شايف كده الحركة بتاعة اليوجلينا آخر نوع عندي البروميسيوم طبعا بيتحرك من خلال ما يسمى بالأهداف زي ما انت شايف الأهداف محيطة بجسم البروميسيوم وهي اللي بتتحكم فيه حركة البروميسيوم وصلنا أولاد لسؤال سؤال المتفوقين وسؤالنا بيقول أذكر طريقة الحركة في كل من الأميبة البروميسيوم اليوجلينا واتمنى تكونوا استفدتم معينا في آآ درس النهاردة ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته